مثال الخير الحوار الوطني يمكن على هامش افطار الاسرة المصرية الماضي اطلق الرئيس السيسي دعوة الى الحوار الوطني وليعداد ورقة سياسات او ورقة عمل خاصة في الحوار الوطني وبدأت دونك اللي هتتكلم لكن اعتقد ان الناس كلها تخطب نقطة مهمة جدا وهي يعني ايه حوار وطني لازم رجل الشرع العادي يفهم ايه حوار وطني في قلب البيض يمكن فعلا مفهوم الحوار الوطني في لبس شوي واللي بيحدد المفهوم هي الحالات السابقة المرجعية اللي حصل فيها حوار وطني بسرعة كده الحوارات الوطنية حصلت في اكتر مما كان في العالم يعني على سبيل المثال مثلا في بداية التسعينات بقوية الصورة الفرنسية في الدول الافريقية ناطقة بالفرنسية الفرانكفونية حدث حوار وطن هناك كبير جدا لان كان فيه فجوة اجتماعية واضحة جدا ما بين المواطنين شعب والنخبة الحكامة وده بيتعرض طبعا مع مغرق الصورة الفرنسية على رأسها المساواة مثلا حصل حوار وطني برضو في بعض الدول زي ليبيا زي سوريا زي العراق وده كان لإعلاء السيادة الوطنية او الحد من التدخلات العسكرية والامنية اجتمعهم علشان يعني يتم إعلاء السيادة الوطنية حدثت برضو حوارات وطنية في الدول بتاعة اوروبا الشرقية والمانيا الشرقية مثلا بعد الانهيار بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي والانفصال عن الاتحاد السوفيتي لإدارة الاترابات السياسية اللي حدثت هناك حدثت حوارات وطنية في بعض الدول الربيع العربي متعلقة بالدستور وصياغة الدستور وعلى رأسوهم مصر مثلا وهذا الحوار الوطني في الدول دي نجحت بشكل مختلف يعني متفاعد اذا الحوار الوطني هو مبادرة لإجراء تغيير حقيقي سواء المصدر السياسي او الاجتماعي او الهدف اللي هو مطلوب منه هذا الحوار في مصر هنا احنا عايزين نعمل يعني عودة للحياة السيادة الأحزاب والطايرات الساكولة بتمشغلها بنفسها وبعيدة تماما عن الشارع وعن مشاكل الشارع فلازم ان هي تتغلغل في هذه المشاكل مرة اخرى وتعيد دورها وده المراد من الحوار الوطني الحالي طيب كل الحوارات الوطنية السابق او السالف ذكرها هنلاقي فيه سرديات كده معينة مشتركة ما بينها كلها مع اختلاف الغرض بتاعها وهو المشاركة والشبول المشاركة والشبول ويمكن ده مضمون رسالة الرئيسي يمكن لو بصنا للشخصيات اللي تم دعوتها الى هذا الحوار هنلاقي فعلا ان رسالة الرئيسي الشمول والمشاركة كل الطايرات السياسية كبير صغير قديم جديد لازم يعودوا على حاجة اسمها مائدة مستديرة بلا تمييز بلا تمييز كانت كلمة واضحة جدا في رسالة الرئيسي لازم كل يقعد ويشتغل والحكومة وسيط مهمة جدا وهتدي صلاحيات لهذا الحوار عشان التوصيل بتاعته تنفس نقطة برضو مهمة جدا هنلاقي التحضير التحضير الجيد للحوار الوطني ده بقى اخطر نقطة التحضير الجيد للحوار الوطني ليه؟ الحوار الوطني في الاساس هدفه هو مبادرة لاجراء تغيير حقيقي ولكن ممكن الحوار الوطني تخرج توصياته وببقاء الوضع الراهن كما هو عليه ودي حاجة خطيرة جدا لك بسبتش الوضع الراهن كما هو عليه بس لا ده انت عملت اقرار واتفاق على انه يفضل كده او بمعنى صح يعني توافقه على الا يتفقه ودي نتيجة خطيرة جدا 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 يبقى لازم يكون في التحضير الجيد وده برضو كان مضمون رسالة الرئيس اجماعة ودوقتكم اشتغلوا بس اطلعوا بورقة عمل يحصل علىها توافق وتؤدي الى تغيير حقيق وحيبقى فيه صلاحيات كل الكائنات من ثاني يوم بدأت فعلا تشكل لجان لإدارة هذا الحوار او لإعداد هذه الوضع من ثاني يوم شك الرجنة مهمة جدا بقيادة الدكتور عبدالسند يمامة ومعها دكتور مصطفى الفئي نائب للرئيس دكتور هاني سري الدين دكتور ياسر الحضيبي طبعا المهندس حسين منصور الاستاذ مجد النواشي الاستاذ عسان صباحي مرسق عام الاستاذ شريف عارف سكتير عام تحديدا لازم يكون تشكيل اللجنة بهذا المنظور في وعي بمضمون الحوار ليه؟ لان لازم يكون عند شخصيات مرجعية زي الاستاذ شريف كده الناس اللي هي عندها التاريخ الناس اللي هي لها في التوصيق لان ده سيبقى مطروح ومهم جدا في اعداد ورقة الحوار طيب برضو وجود الاستاذ عسام شيحة والحقوق الابرز برضو اختياره في اللجنة دي بينهم عن وعي شديد جدا بمضمون رسالة ليه؟ لان واضح جدا ان سيبقى من اهم المحاور المطروحة في ورقة العمل بتاعت الحوار الوطني هيكون الملف الحقوقي يبقى الناس السيئين بقى يربطوا يعني مثلا لجنة العفو اللي تشكلت في يومها مباشرة واضح ان الملف الحقوقي هيكون لدور او هيكون محور اساسي في ورقة العمل طيب ايه المحاور اللي هنتكلم بقى والمبادئ ده بعدين مش دلوقتي واللي عنده حاجة بيبعتها للجنة علشان تخرج التوصيل لان برضو حاجة مهمة جدا احنا هنقعد على مائدة مستديرة بلا تمييز ولكن اللي هيحدد الوزن النسبي لكل طرف من اطراف المشاركة هي الورقة اللي اعادها هي المبادئ اللي هشتغل عليها هي النقاط والمحاور اللي هتطرحها والحكومة طبعا بتتفرج وسيط وبيتابع كل دوت مين بقى اللي هيقود ومين اللي هياخد الليد ده اللي هنشوفه اسناء الحوار الوطني خلص الدعوات بالتفيق والسدد لكل اعضاء اللجنة ولخروج الحوار الوطني بالشكل اللائق المشرف ان يكون فعلا مبادرة حقيقية لاجراء تغيير حقيقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته